أغنى رجل في العالم على مدار ثلاث سنين متتالية من سنة 2017 ولحد 2020 واعتباراً من إبريل 2023 بيكون ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ 150 مليار دولار بدأ رحلته العملية من جراج بيته في ولاية واشنطن وكان الدافع اللي غير حياته رأساً على عقب هو الملل علشان يتحول فجأة لصاحب الشركة الأكبر من حيث المبيعات والإرادات في عالم الإنترنت وكمان يبقى رئيس على أكتر من مليون وخمسمائة ألف موظف حوالين العالم جيف بيزوس الملياردير الأول على مؤشر فوربس للثورة صاحب لقب أغنى رجل في التاريخ الحديث يا ترى إيه قصته وإيه القواعد والمبادئ اللي اتبعها علشان يبقى أهم رجل أعمال لو عايز تعرف إزاي تحول من مجرب موظف في إحدى شركات وول ستريت لمالك شركة أمازون عملاقة التجارة الرقمية يبقى لازم تتابع معنا الفيديو للآخر ولكن كالعادة قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد في يوم 12 يناير من سنة 1964 بيتولد جيفري تيد يورجنسون واللي بسرعة بينفصل أبوه عن أمه علشان يعيش جيف الطفل الصغير مع جوز أمه السيد مايك بيزوس الحقيقة إن مايك بيزوس هو اللي رب جيف وصرف عليه ولما بقى جيف عمره أربع سنين قرر إنه يتبنى وينسبه لنفسه ومن هنا يحصل بطل قصتنا على لقبه جيف بيزوس في سنة 1986 بيتخرك بيزوس من جامع برينستن الخاصة وهو حاصل على شهادته في مجال الهندسة الكهربية وعلوم الكمبيوتر وبداية من نفس السنة بيبدأ كاريرو العملي في مجموعة متنوعة من المجالات المرتبطة بدراسته الجامعية خلال عمله أظهر تفوق ملحوظ عن غيره من الموظفين اللي في نفس سنه علشان كده بيمسك منصب أصغر نائب للرئيس في تاريخ شركة بانكر تروست المصرفية والكلام ده في سنة 1990 على الرغم من المنصب المرموق اللي وصله والمكانة اللي قدر إنه يحققها دونا عن باقي زملائه فما كانش ده أبدا طموح بيزوس وعشان جيف بيزوس كان بيحلم إنه يكون صاحب البزنس بتاعه مش مجرب موظف مستني المرتب كل آخر شهر فهنلاقي إنه هنا بيقرر ياخد خطوة مجنونة جدا فبعد مرور سبع سنين بس من اختراع الإنترنت وبعد ثلاث سنين بس من إطلاق الإنترنت للعموم قرر بيزوس إنه يبدأ مشروع كامل معتمد على الإنترنت وهو أول سوء افتراضي في تاريخ الإنترنت فزي ما قال بيزوس إذا ضاعفت عدد التجارب التي تجريها كل عام فسوف تضاعف عدد الإبتكارات التي ستحصل عليها علشان كده هو بدأ يعمل قيمة بعشرين منتج ممكن يتم تسويقهم على مواقع الإنترنت كبداية لي وبعد الفرز والدراسة اختصر القيمة دي لحوالي أهم خمس منتجات يقدر يسوقها أونلاين واللي منها السيديهات والكمبيوترات وأجهزة الدي في دي والكتب ولكن في النهاية بيقرر بيزوس أنه يبدأ مشروعه ببيع الكتب على وجه الخصوص وده نظرا لكثرة الطلب على شراء الكتب الأدبية من جميع أنحاء العالم ومش عشان هو مغرم بالإراية ده غير أن الكتب كانت أرخص كتير مقارنة بالمنتجات التانية وده اللي يضمن له هامش ربح مقبول من غير ما يبقى فيه مشاكل لوجستية أو تسويقية أو تسعيرية كبيرة بدأ جيف بالفعل في تنفيذ مشروعه بالإمكانيات اللي معاه وانطلق المشروع من جراش بيته في مدينة سياتل بولاية واشنطن قال بيزوس بعد كده أن الشيء الأول اللي جعلنا نجحين حتى الآن هو تركزنا على العميل ومتطلباته بشكل كامل وعلى الرغم من أن أي شخص بيمتلك وظيفة سبتة وأسرة وواجبات اجتماعية صعب أنه يخاطر بكل الامتيازات اللي بيملكها بياخد بيزوس خطوة أقرب لقفزة في المجهول وفي سنة 1994 بيقرر أنه يستقيل من وظيفته كنائب رئيس شركة دي اي شو ان كامبني ويكرس وقته في تطوير مشروعه استلف جيف بيزوس من أهله مبلغ 250 ألف دولار كراس مالي وخليني هنا أقول لك أن واحد من أشهر تكتيكات اتخاذ القرار المشهورة عند جيف بيزوس واللي بتعتبر من أكثرها فاعلية والتأثير كان أسلوب منهج تقليل الندم الفكرة اللي بيقدمها الأسلوب ده هو أن بيزوس افترض ذهنيا أنه قفز قفزة زمنية لعمر الثمانين وهو مازال في عمر الثلاثين وقعاد يفكر في أحداث حياته الماضية المتخيلة بشكل واسع بهدف تحديد الأشياء اللي شعر بالندم على فعلها أو عدم فعلها وقال عندما تخيلت أني وصلت إلى الثمانين أدركت أنني بوصولي إلى هذا العمر فإنني لم أكن لأشعر بأي ندم على محاولة تنفيذ هذه الفكرة مهما كانت نتائجها ولم أكن لأشعر بالندم على المشاركة في هذا الشيء الجديد الذي يسمى الإنترنت لأنني أدركت أنه سيكون شيئا ما في المستقبل وعليه بيقول بيزوس أن الأسلوب ده تحديدا هو اللي سعده على اتخاذ القرار المصيري بترك وظفته ومصاره المهني المستقر والمخاطرة للذهاب لتأسيس شركة نشأة في مجال ما اشتغلش بيه قبل كده واللي هو بيع الكتب وفي سوق أصلا جديد كليا مفيش لي أي إرشادات واضحة في الوقت ده واللي هو التجارة الإلكترونية في يوم 5 يوليو من نفس السنة بياخد بيزوس الخطوة وبيعلن إنشاء شركته تحت اسم كدابرا ومن الاسم بيتضح للعميل إن الشركة قدرة إنها توفر طلبه مهما كان نادر كنوع من السحر يعني ولكن بعدها بسنة بيقرر صديقنا بيزوس إنه يغير اسم الشركة لإنه قريب من كلمة كادافير ولمعناها جيفة أو جثة وبعد دراسة طويلة في المراجع والمعاجم بيختار الاسم اللي كلنا عارفينه أمازون واللي اختاره لعدة أسباب منها إن الاسم ده بيشير لنهر الأمازون أكبر أنهار العالم من حيث المساحة كنوع من أنواع التعبير عن حلم بيزوس إن شركته تكون أكبر شركة في مجالها حوالين العالم فالاسم كان بيغلب عليه التشويق ده غير إن الاسم كان بيبدأ بحرف الايه وده بدوره هيضمن له إنه يتصدر أي قيمة بحث مترتبة بشكل أبجدي وفي يوليو من سنة 1995 بيطلق جيف بيزوس موقع amazon.com على الإنترنت وتبيع الشركة أول كتاب ليها على موقعها في صرف شهرين بس من بداية انطلاق المشروع بتوصل مبيعات الشركة لخمسين ولاية أمريكية وخمسة واربعين دولة وصلت وقتها أرباح الشركة لعشرين ألف دولار إسبوعيا وهنا بيقول بيزوس أريد بالطبع أن أرى عوائد مالية ولكن بالنسبة إلي هناك عائد نفسي أيضا عندما أرى إبداعي ورؤيتها التقنية تحمل ثمار التغيير في العالم بطريقة إيجابية في سنة 1997 بيتم طرح أسهم شركة أمازون للتداول في سوء المال لأول مرة وبعد إدراك شركة أمازون في البورصة بيرسل جيف بيزوس رسالة لأصحاب الأسهم بيخبرهم فيها باستراتيجية الشركة الأساسية واللي كانت لسه صغيرة نسبيا وبتتعامل مع حوالي مليون ونص عميل أكد بيزوس ساعتها أن الهدف الأساسي مش مجرد تحقيق أرباح ربع سنوية جيدة ولكن الهدف الأساسي هو زيادة قيمة الشركة نفسها بشكل كبير على المدى البعيد ولكن خطة عمل شركة أمازون الأولية كانت غير معتادة بالنسبة للمستثمرين اللي كانوا شايفين أن نمو الشركة بطيء جدا وده بدوره سبب احتجاج لحامل الأسهم في الشركة وده لأنهم اكتشفوا أن الشركة مش بتكبر ولا حتى فيه احتمالية أن الشركة تحقق أرباح كبيرة حتى على المدى البعيد ولكن جيف بيزوس كانت نظرته أبعب بكتير منهم وده لأنه كان شايف أن الأولوية مش الربح السريع وإنما بناء علامة تجارية موثوقة لها باع وذراع في مجالها ولأنه ما كانش مؤمن بفكرة الإعلانات التلفزيونية اللي كان شايف أنها بتبني سمعة الشركة بناء على اللي بتقول الشركة عن نفسها في التلفزيون وإنه لازم يبني ثقة العميل الجديد بناء على اللي بيقولوه العمل التانين وعلشان يحقق ده كان لازم يركز بشكل كبير جداً على جودة خدماته وكان دايماً بيوعيد ضخ كل الفلوس اللي بتكسبها الشركة كنوع من التطوير وبالفعل قدر إنه يخلي شركة أمازون واحدة من أسرع الشركات نمواً في العالم لدرجة إن في سنة 1999 بتختار مجلة تايمز جيف بيزوس كشخصية العام وده نظراً للسرعة الرهيبة اللي قدر إنه ينجح بيها موضوع النجاح السريع ده مجاش من فراغ وإنما كان إيمان ويقين ماشي بيزوس لدرجة إنه كان طابع على تشيرتات الموظفين جملة جت بيج فاست يعني لازم نكبر بسرعة بحيث تكون الجملة قدامهم أطول وقت ممكن ده غير إنه ما كانش بيتعامل مع أمازون على إنها شركة بيع كتب كان في الحقيقة شايفها مطجر كامل لأي شيء ممكن يحتاجه العميل ونظراً لكده قرر إنه يضيف لأمازون المنتجات اللي لغاها من القايمة قبل كده زي الكمبيوترات وأجهزة الدي في دي بل وكمان ضاف عليها منتجات جديدة اللي هي كانت ألعاب الأطفال وبداية من 19 يونيو لسنة 2000 بيظهر شعار أمازون اللي فيه سهم على شكل الابتسامة طالع من حرف الاي ولحد حرف الزي كتعبير عن إن الشركة بتوفر كافة المنتجات من الألف للياء وبالفعل بداية من الربع الرابع من سنة 2001 سهم أمازون يضرف في السماء ويحقق إرادات كبيرة جداً وممكن نقول إن دي كانت الانطلاق الحقيقية لشركة أمازون علشان تتوالى بعدها الإنجازات وهنا ابتدى المستثمرين يدركوا إن جيف بيزوس كانت نظرته أشمل وأعم وإنه كان باصص المستقبل وسبحان المعز المزل بعدما بيزوس دائل مر علشان يقنع كمستثمر يموّل مشروعه في البداية المستثمرين بقوا هم اللي بيقفوا بالطوابير قدام مكتب جيف علشان يستثمره معاه ومع بداية الألفية الجديدة بدأت التقنيات والبرمجيات إنها تتطور وطبعاً جيف بيزوس كان من أوائل الناس اللي استفادت من التطورات دي على سبيل المثال اقترح خدمة بتعمل على اقتراح المنتجات بناء على مشتريات المتسوق السابقة وبتخزن بيانات الدفع اللي دخلها قبل كده بحيث إنها تساهل عملية الشراء وتقلل فترة التفكير اللي ممكن يقضيها المتسوق لو كان لسه هيملى البيانات مرة تانية واللي ممكن تخليها تراجع عن قرار الشراء وعلشان كده أوقات كتير بمجرد ما تفكر في الحاجة بتلاقي إعلاناتها ظهرت لك أو إعلانات قريبة من تفكيرك والحقيقة إننا على الأغلب مش بناخد الموضوع بجدية لكن لو حصل معاك الموضوع ده من أمازون فتأكد إنك فعلا مترائب وده لأن ما فيش شركة حوالين العالم بتخزن بيانات العملاء زي أمازون يعني حضرتك تقدر توصف أمازون بإنها عبارة عن آلة ضخمة قادرة إنها تراقب أكتر من 300 مليون شخص حوالين العالم وفي نفس اللحظة مش بس كده دي بتقارن تفضيلاتك وإيه الحاجات اللي بتهتم بيها بشكل كبير لدرجة إن أمازون في بعض الحالات بتساعد الشرطة في الولايات المتحدة في القبض على المجرمين إلكتروني ولكنها بتنظم وتشرف على ظهور المنتجات بالنسبة لك كمستخدم وده بيضمن لها نسب شراء مرتفعة ولكن المفروض إن الشركة مش بتستخدم المعلومات دي ضدك أو مثلا عشان تصومك عليها هي فقط بتخزنها عندها علشان المرة اللي جاية تعرض لك حاجة ليها علاقة بالحاجات اللي بتهتم بيها وعلشان بيزوس كان دايما شايف إن أمازون مش مجرد شركة تجارة إلكترونية لا ده شركة تكنولوجيا في الأساس ففي 10 يوليو من سنة 2003 بتطلق شركة أمازون قسم خدمات الويب AWS واللي تعتبر أكثر الأنظمة السحابية شمولا واعتمادا حوالين العالم واللي نشأت منه خدمة التخزين السحابي وغيرها في سنة 2005 كمان بتطلق شركة أمازون خدمة أمازون برايم واللي بتعتبر واحدة من أهم خطوات أمازون باعتبارها الخدمة الجديدة اللي قدمت عرض اشتراك سنوي إمتوا 79 دولار مقابل خدمة توصيل مجانية لأي طلب من أي نوع مهما كان حجمه وده على مدار العام بشرط إن يكون المنتج أو الخدمة المشترى بتغطيها خدمة برايم وإن ما تزدش الطلبات اللي بيغطيها الشحن المجاني لأكتر من طلبين يوميا للوهلة الأولى هتلاقي إن العرض ده من الناحية الحسابية هيدر بأمازون من حيث الإيرادات حتى لو كان في مصلحة العميل ده غير إنه هيعرضها لخسائر كتير ولكن في حقيقة الأمر وبناء على استراتيجية أمازون بعيدة المدى واللي بتركز على النمو في السوق أكتر من الأرباح الفصلية فالعميل اللي هيلاقي قدامه فرصة للشراء من غير مصاريف شحن لطلبين يوميا مقابل اشتراك قليل بقيمة 80 دولار في السنة فأكيد هيطلب أكبر عدد ممكن من الطلبات واللي في الحقيقة هتفوق قيمة الاشتراك اللي دفعوا وفعلا هو ده اللي حصل ومع العرض المجاني للشحن زاد إقبال العملاء على الشراء وده أدى لزيادة عدد مزاودي الخدمات عن طريق المنصات وارتفعت إجمال طلبات الشراء والتسليم الإقبال ده ساهم في رفع قيمة أمازون السوقية بشكل غطى على أي خسائر في مستويات الأرباح الفصلية وكان واحد من الأسباب الرئيسية في ارتفاع قيمة السهم من سنوات طويلة بشكل ملحوظ وفي 19 نوفمبر من سنة 2007 بيتم إطلاق جهاز كيندل للقراءة الإلكترونية والأهم من كده أن في 19 مارس من سنة 2013 بتطلق أمازون جهاز المساعد الشخصي الشهير أليكسا ونتيجة لكل الإنجازات والنجاحات المتتالية دي بيتم الإعلان عن جيف بيزوس كأغنى رجل في العالم في 2017 بعد ما اتخطت سروته سروة بيل جيتس اللي تربع على عرش اللقب ده لسنين كتيرة طبعا خبر زي ده كان بمثابة إعلان كبير جدا لشركة أمازون اللي زع سطها حوالين العالم وفي يوم 4 سبتمبر من سنة 2018 قيمة أمازون السوقية اتخطت التريليون دولار علشان تبقى تاني شركة بعد أبل تتخطى الحجز ده وسط الملايين من الشركات والمشاريع اللي تنفذت في الألفية الحالية وفي الحقيقة النجاح ده مجاش صدفة وده لأن بمجرد خروج شركة أمازون للنور بيزوس كان حاطت رؤية محددة للشركة واللي كانت بتقول نصا التالي رؤية أمازون أن نكون الشركة الأكثر تركيزا على العملاء في الأرض حيث يمكن للعملاء العثور على أي شيء قد يرغبون في شرائه واستكشافه عبر الإنترنت كما تسعى جاهدة لتزويد عملائها بأقل الأسعار الممكنة وطبعا من غير الصبر والعزيمة الصدقة أمازون ما كانتش هتبقى أمازون وبالمناسبة تقدر تلاقي الرؤية دي على موقعهم لحد النهاردة دلوقتي أنت أكيد بتسأل نفسك إزاي شخص عادي زي باقي الأشخاص قدر أنه يحقق كل هذا القدر الهائل من الصروة وغالبا هتكون الإجابة الأولى اللي في زهنك عن السؤال ده أن الأمر مجرد ضربة حظ ولكن الحقيقة أن الإجابة دي أبعد ما تكون عن الإقناع فعلى مدار سنوات طويلة بيضع بيزوس مجموعة من القواعد الريادية الخاصة بي ولما صرح بيها في مناسبات متفرقة كشفت لنا جوانب كتيرة من نجاحه في تأسيس أمازون وإدارتها حتى وصولها لمكانتها بوصفها أضخم عمالقة التجارة الإلكترونية في العالم زي مثلا أن جيف بيزوس هو أستاذ مبدأ بيعني أن دراسة السوق ومتطلبات العميل من حيث المنتج أو الخدمات ونوعيتها وطريقة التوصيل وطريقة الاستخدام وغيرها من عناصر دراسة الأسواق وسلوكيات العملاء بشكل جيد هو الأساس اللي لازم نبدأ منه والحقيقة أن الطريقة والأسلوب ده بيختلف عن أساليب تانية كتير بيتخذها بعض رواد الأعمال لاختراق الأسواق واللي بيشوفوا أن العملاء ما يعرفوش بالضرورة اللي هم عايزينه بالضبط وأن البداية الحقيقية لازم تكون من المنتج أو الخدمة المبتكرة واللي هتجذب بعد كده العميل وبحسب ديبيان ميتا رئيس قطاع الابتكار الرقمي لشركة أمازون في منطقة أسيا والمحيط الهادي فالقاعدة الأساسية لأي منتج أو خدمة جديدة بيتم اعتمادها في أمازون لا تتعلق بالتنمويل أو مستوى الإبداع أو حتى كنها فكرة جيدة ولكن الأمر الأساسي هو التأكب بشكل تام من مطبط الخدمة دي أو المنتج لمتطلبات العميل وناء على خمس أسئلة رئيسية وهم من العميل؟ كيف تعرف ما الذي يحتاجه أو يريده العميل؟ ما مشكلة أو فرصة العميل؟ كيف ستكون تجربة العميل مع هذا المنتج أو الخدمة؟ هل الاستفادة الأهم بالنسبة إلى العميل من هذه الخدمة أو المنتج؟ واضحة تماماً والإجابة عن الخمس أسئلة دول بيتقدموا لمدير أمازون وأصحاب الأسهم وشرائح من العمل المستهدفين كمان مش بس كده الأسئلة دي وإجابتها بيتم دراستها بدقة جداً من أجل الخروج بقرار علشان يعرفوا هل الفكرة دي قبل للتنفيذ ولا لأ حتى ولو كانت تبدو إبداعية ومثيرة للعجاب وبيقول بيزوس منهجية العمل تبدأ بتحديد متطلبات العميل أولاً ثم التحرك لبناء المنتجات والخدمات على أساسها يحتاج ذلك إلى قدر هائل من العمل لكنه في الوقت نفسه يحميك من إهدار الوقت والمزيد من العمل لاحقاً مبدأ العمل بناء على متطلبات العميل لم يصمم ليكون سهل التنفيذ وإنما لتوفير قدر هائل من العمل والمجهود في النهاية وكي يجعلك متأكداً من أنك تقوم ببناء الشيء الصحيح وهنا بقى نيجي لقعدة تانية وضعها جيف بيزوس لإدارة المشاريع والمؤابلات والفرق في شركة أمازون وهي قعدة التو بيتزا رول أو الاتنين بيتزا القعدة دي بتعني أن فرق العمل في أي إدارة من إدارات أمازون لازم أنها تكون صغيرة ومحدودة الأشخاص بما يكفي لإطعامهم باتنين بس من البيتزا يعني الفريق الواحد لازم يكون مكون من خمس لسبع أشخاص كحد أقصى خلينا أقول لك أن قعدة الاتنين بيتزا دي الهدف منها تقليل حجم الأفراد في كل فريق وبتعود جزرها في عقلية بيزوس لبدايات أمازون بوصفها مشروع ناشئ وصغير لكنه فضل مقتنع بفعليتها حتى بعد ما تحاولت أمازون لشركة عملاقة عابرة للقرات بحيث يعمل تصغير الحجم أو الداون سايزنج على تحويش شركة العملاقة لمجموعات صغيرة من الموظفين فيسهل إدارتها بأسلوب أكتر مرونة المبدأ ده برضو بيتسمى به النمو مع البقاء صغيرا الهدف منه في الأساس هو ابقاء فرق العمل صغيرة لحمايتها من الوقوع في فخ البيروقراطية وتراجع الفعالية واللي بيحدث عادة مع نمو المؤسسات بشكل كبير وتحولها من شركات صغيرة سريعة الحركة كبيرة الانتاج لحيثان ضخمة بطيئة الحركة ومهدرة للوقت والموارد نيجي بقى لأهم وأشهر النصايح فيما يخص التوظيف في شركتهم الناشئة واللي بيقول فيها بيزوس لرواد الأعمال إنهم يحاولوا بقدر الإمكان الاستعانة بما نوصفهم ب المبشرين أو ميشناريز وليس المرتزقة أو ميرسناريز وهنا بيزوس عايز يقول إن توظيف أصحاب الرسالة واللي عندهم القدرة على بناء منتج عظيم والسعي لتطويره وتسويقه ونشره حوالين العالم أفضل بكتير من الاستعانة بالمرتزقة على حد وصفه ودول الأشخاص اللي بيشتغلوا من أجل الحصول على أكبر كمية من المال وبس وبيركزوا بشكل كامل على الأرباح من غير ما بيكونوا حطين قدامهم رسالة واضحة للمؤسسة اللي بيشتغلوا فيها بيزوس قال في لقاء جمهيري لما طلبوا منه توجيه نصيحة للرواد الأعمال تأكب من أنك تعمل في شيء شغوف به كثيرا وأن تحيط نفسك بأشخاص شغفين أيضا فأصحاب الرسالة المبشرون يبنون منتجات أفضل وإذا خيرت بين توظيف موظف صاحب رسالة وموظف آخر مرتزق يركز على الأرباح فقط فسوف أختار صاحب الرسالة فورا المرتزقة يريدون أن يفعلوا أي شيء ليصبحوا أثرياء سريعا بينما المبشرون همهم الحقيقي هو بناء منتج أو خدمة عظيمة والمفارقة أنه دائما ما ينتهي الحال بأصحاب الرسالة إلى تحقيق أموال أكبر بكثير من المرتزقة في كل الأحوال التقط شيئا أنت شغوف بالعمل عليه وكون فريق عمل من الشغفين للعمل معك على الرغم من كده أمازون ما كانتش الإنجاز الوحيد في حياة الملياردير جيف بيزوس اللي كان عنده طموح أكبر من كده كمان بكتير في الواقع بيزوس طموحه تخطى أي حاجز بل أنه تخطى كوكب الأرض نفسه إزاي؟ هتعرف دلوقتي في فبراير من سنة 2021 بيقرر بيزوس أنه يتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي لشركة أمازون وحقيقي خروج بيزوس من منصبه كان في لحظة حرجة جدا للشركة ووفقا لقناة CNN فبعد ما ترك بيزوس منصبه هيستمر في التأثير بشكل كبير في الشركة وده باعتباره أكبر مساهم فيها لأنه بيمتلك حوالي 10% من أسهم الشركة في شعر يوليو من نفس السنة بينفس قراره بالفعل وبيتنحى عن منصبه وبيعين أندي جايسي رئيس قسم الحوسبة السحابية في الشركة كرئيس تنفيذي مكانه ولكن تنحي بيزوس ما كانش معناه أنه يقعد يتمتع في بيته بفلوسه وممتلكاته وإنما تنحيه ده كان علشان يفرغ نفسه لشركته التانية شركة بلو أورجين واللي كان بيبمح لها من سنة 2000 تحديدا خلال بدايات عصر سباق الفضاء ما بين الشركات الخاصة زي سبيس أكس وغيرها وقتها جيف بيزوس كان شايف أنه لازم يبقى له نصيب الوحش من السباق ده خصوصا لو الصنارة غمزت معاه ومحاولات استعمار الفضاء نجحت أو لو قدر يوصل لمصادر خام تمده بالمعادن النفيسة أو اللازمة للصناعة فهيوصل للي مفيش حد على كوكب الأرض وصله في سنة 2006 اشترت الشركة قطعة أرض كموقع لإطلاق أول مركبة تجريبية اللي هو صاروخ جودارد واللي قدر أنه يوصل لارتفاع 285 أدم وبعد محاولات عدة في محاولة تحسين جودة المركبات وإطلاق مركبات تانية تكلل أغلبها بالنجاح الباهر وفي يوم 20 يوليو سنة 2021 وفي نفس السنة اللي استقال فيها بيزوس من منصبه في أمازون بيتم إطلاق أول رحلة فضائية مأهولة الطاقم من شركة بلو أوريجن على متن مركبة من نوع نيو شابرد فور وطبعا في محاولة زي دي كان لازم بيزوس يكون أول واحد يخوض التجربة الفريدة ديه وتنطلق المركبة وعلى متنها جيف بيزوس وأخوه مارك وثلاث أشخاص تانيين استعرقت الرحلة عشر دقايق كاملين عبرت خلالهم الخط الفاصل ما بين الغلاف الجوي والفضاء الجوي المعروف خط كارمن بمسافة تزيد عن 100 كم فوق سطح البحر ويمكن تلخيص أهم أسباب النجاح اللي حققه جيف بيزوس بما ذكروا هو بنفسه في عدة مناسبات لما قال إنه بيدق بشدة في إحاطة نفسه بأشخاص زوي كفاءة لأن النجاح الضخم بيحتاج لأشخاص مميزين أو زي ما بيقول بنفسه الحياة قصيرة جدا لنمضيها مع أشخاص ضعافة الإمكانيات في النهاية نحب نقول إن حياة جيف بيزوس ممكن تكون ملهمة لأي حد عاوز يطور من نفسه أو يحقق أي إنجاز في حياته وعلشان كده حبينا في حلقتنا النهاردة نعرفكم عليه بكده تكون خلصت حلقتنا هستنى آراءكم في الكممنتات ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تضغطوا على زرار اللايك وتشتركوا في القناة وتفعالوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد سلام